الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جنات مجزو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية تقدير وأعزاز لجموع الشعب المصري العظيم الذي يثبت كل يوم أن جذورها الراصخة في أرض التاريخ تلهمه ثبات الخطوات نحو المستقبل بإرادة صلبة وعزيمة راصخة وأضف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية في سوهاج أنه يشعر بالفخر بالإنجازات التي تحقق الحلم الكبير للوطن وقال الرئيس السيسي أن الحرب الأوكرانية الروسية تقترب من عامها الأول وهي الحرب التي زحمت وباء كرونة في تأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي مضيفا أن مصر واجهت هذه التدعيات بثبات وقوة واستفادت من خطوات الإصلاح الاقتصادي التي شرعت فيها الدولة وانعكست أثارها على قدراتها في مواجهة تلك الأزمة العالمية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الدعم اللازم للمشروعات الشبابية وخلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية والتنموية بمحافظة سوهاج قال الرئيس السيسي إنه يجب أن نسعى نحو أحلامنا وأن نصدق أننا نستطيع تحقيقها أضف أيضا رئيس السيسي أن موقف مصر سيتغير إذا تشاركنا السعي في تحقيق أحلامنا كأسرة واحدة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن حجم الاستثمارات في سوهاج منذ عام 2014 بلغ 102 مليار جنيه وفي كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في سوهاج أشر مدبولي إلى أن تحسين جودة حياة المواطن على رأس أولوليات الدولة كما أوضح رئيس الوزراء أن محافظة سوهاج كان لها نصيب كبير في المشروعات الإسكان بأكثر من 23 ألف وحدة إسكان قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي أن روسيا تسعى إلى هدنة لاستخدامها غطاء لوقف تقدم أوكرانيا في منطقة دونباس الشرقية وجلب المزيد من الرجال والمعدات وأضاف زلنسكي في خطابه الليلي الذي تحدث فيه باللغة الروسية أن الروس يريدون الآن استخدام عيد الميلاد غطاء مشددا على أن الحرب ستنتهي عندما يرحل الجنود الروس أو يتم طردهم أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الطريق الوحيد لاستعادة السلام في الأزمة الأوكرانية هو أن تسحب روسيا قواتها من أوكرانيا ووصف ميشيل دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة في أوكرانيا بالنفاق مضيفا أن الإعلان عن وقف إطلاق النار من جانب واحد زائف أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا في بيان مشترك عن عزمهما على تسليم أوكرانيا مركبات مشاقة قتالية من تراس برادلي من الجانب الأمريكي وماردر من الجانب الألماني وتعهدت ألمانيا بتعزيز مساعدتها العسكرية إلى أوكرانيا وتزويدها بمنظومة دفاع جوية من تراس باتريوت وأتى أيضا الأعلان عن هذه الإمدادات الجديدة بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولف شولتس وقد أعرب الزائمان عن عزمهما المشترك على دعم أوكرانيا وفق ما جاء في البيان انتهى موجز الثامنة وعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل